مجرد ما تفتح الأدوبي أكروبات بيعطيك مباشرة الولكم سكرين متل ما إحنا شايفين بيعطيك زي وزي أي برنامج من برامج أدوبي الملفات اللي أنت مؤخرا فتحتها على جهازك ممكن عن فكرة تحددهم وتشيلهم ممكن تهذفهم ممكن أنك تغير طريقة العرض تبعدهم ممكن أنك تحدد مشاريع معينة منهم وتعملها remove حتى ما تبين فعليا عند الريسند إذا كان في ملفات كتير أنت بتستخدمها فعلى سبيل المثال باجي من عندها وبعمل عليها thin أو start وبالتالي خلص بتصير start وبالتالي بتظل ثابتة وموجودة حتى ولو حذفت الريسند كلهم بيظل في عندك مشاريع هون يعني على سبيل المثال أنت مدرب مثلا بتعمل دورات وبالتالي كل يوم مثلا بتعمل شهادات على سبيل المثال أو عندك مثلا فاتورة معينة أو نموذج معين وبالتالي خلص بتعمله star حتى يظله pend فوق وبالتالي ما في داعي تظلك تدور على ملف الPDF وتفتحه خلص ثابتين فوق double click عليه بيفتح وبتعدل متل ما بدك ممكن من شمالك من هون تروح تختار from your computer على أساس أنك تفتح ملفك اللي بدك تفتحه على سبيل المثال من الكمبيوتر أو بالطريقة التقليدية بأنك أنت تروح على ملفاتك بالwindows أو الفايندر بالماك ومن خلالها تكبس double click على أي ملف بالدكية حتى يفتحه والملف مفتوح ممكن تطفي النجمة وبالتالي بطل موجود بالbend files خلص بطل بالbend لو رجعت على الhome ما بشوفه إلا إذا بترجع تضغط مرة تانية على النجمة حتى يرجع طبعا إذا فيه أكتر من مشروع أنت عامل عليهم نجمة طبعا هذا المشروع اللي أنا حطيت عنده النجمة وطلع لي error هذا بيكون أنا حذفته من محله أو غيرت اسمه فعليا حطيت هنا نجمة نجمة على هدول الفايلين هنا في option اسمه start فعليا بيكون حطلك المشاريع اللي أنت حطيت عندها الفيفوريت أو حطيت عندها الستار وبالتالي فرزلك إياهم لحالهم على يساري من هون all tools اللي أنت إذا طلعت من المينيو تبعتها ممكن ترجع تضغط عليها حتى يطلع لك كل الأدوات الموجودة الأدوات شو؟ الأدوات الخاصة بتعديل ملف البيدي أف من المينيو بار من فوق ممكن أجي من عندي create وcreate بتفرع لي 3 خيارات create pdf تصنع ملف pdf من الصفر combine files عندك مجموعة من الملفات بدك تجمعهم كلهم بملف واحد open file إذا كان عندك ملف pdf على الويندوز بمكان معين وبدك تطلبه وتفتحه على الأكروبات لما تضغط على create pdf بيطلع لك هاي الصفحة بيحكي لك أنه أنت طلبت أنك تعمل ملف pdf جديد هل بدك تعمل هذا الملف من فعليا ملف تاني؟ يعني هل عندك ملف word؟ ملف excel؟ ملف text على سبيل المثال؟ أو صورة؟ أو def file؟ أو psd file؟ أو illustrator file؟ وبالتالي بتعمل select file وبتناوله الملف اللي أنت بدك هيه يعني ممكن أعمل select file وأحكيله على سبيل المثال بملفات التدريب معنا عطيته مثلا ملف word نعم double click عليه وبالتالي أخد ملف الword مجرد ما تعمل create أو خليني أشوف الـ advanced settings بالأول هايو ممكن يجيب لك الملفات تبع الـ accessibilities أو الـ reflow يجيب لك links الموجودة بالـ word يجيب لك اللي هو الـ bookmarks أو المفضلة الموجودة بالـ word يعني هو فعليا رح ياخد كل الإعدادات اللي أساسا معمولة بالـ word يعني مجرد ما تعمل ok وcreate هياخد ملف الـ word مثل ما هو معمول بنفس الـ style، بنفس الألوان، بنفس أنواع الخطوط فحيقرأه ويحلله ويعطيك نفسه تماماً إحنا لو رحنا هنا فتحنا ملف الـ word على الـ word فعلياً نشوفه، فعلياً هايو ملف word فعلياً هايو بتقدر تعدل عليه، بتقدر تضيف عليه، وبتقدر تعمل أي شيء كان بدك إياه على ملف الـ word هذا ولكن فعلياً إحنا بكبسة زر حولناه على Adobe Acrobat وصار عندي هنا ملف PDF وبقدر أعمله edit وعدل عليه زي ما بدي وحتى الفيلز هدول بقدر أعبي فيهم data، أكتب فيهم أو مش أنا أكتب فيهم، أنا أسييفهم فاضيين والعميل أو الشخص المستهدف هو اللي يصير يكبس بالفراغات ويعبي البيانات اللي بده إياها هذا بالنسبة لcreate PDF العادية multiple files إذا كان في عندك فعلياً combine files حابب أنك تجمع مجموعة من الملفات عندك مثلاً 5-6 ملفات PDF وحابب تجمعهم كلهم بملف واحد مثلاً وبالتالي ممكن من هنا هيعملنا next مثلاً هيعملنا add files مثلاً وحكيت له هدولة 3 مع بعض اعمل لي إياهم كلهم PDF هدولة 3 فعلياً شو؟ هدولة 3 ملفات Word ففعلياً أنا لما حددتهم حكيت له open مثلاً حكيت له بله كمان add files كمان add files خدني بله هنا في عندي مثلاً كمان PDF file في عندي كمان مثلاً على سبيل المثال TEF file في عندي كمان صورة خد لي إياهم بياخد كل الملفات اللي أنت بتعطي إياها وبالتالي برتب لك إياهم بالcombine لما تضغط على combine بروح بجمع لك إياهم ولكن قبل هيك أنت ممكن تكبس على أول ملف وتكبس تكبير يوريك محتوى هذا الملف تمام كذلك الأمر الملف اللي هون إذا بتكبس على navigation أو على zoom بيبين لك هذا الملف فعلياً شو فيه؟ بهذا الملف بيين لي أنه فعلياً في عندي أكتر من صفحة موجودة حتى هذا كمان وبالتالي هذا صفحة واحدة بيين هذا أكتر وهذا أكتر وهذا أكتر طبعاً عندي هون هذا الoption اللي هو إذا بتكبس عليه بيبين لك الصفحتين مفروزات بهذا الشكل ولكن لا أنا بدي إياهم يكونوا أو يضلوا بالأحرى مع بعض حتى هون كمان ممكن أعمل هيك مثلاً وبالتالي بفرزهم بخلي كل واحدة فيهم تصير على صفحة مجرد ما أعمل combine هيبدأ يجمع لي الملفات ولكن طلع لي error بيحكي لي أنت فاتح ملف الورد تبع الملف وبالتالي ممنوع لازم تكون نسكر أي ملف أنت فاتحه من هدول الملفات فمجرد ما تعمل retry فوراً رح يجمع لك هدول الملفات كلهم بملف pdf1 وهيو بلش يعمل converting هيقرأ كل ملف على حدة هيو بحط لك صح عند اللي بيخلصه كل ملف على حدة بيخلصه بيقرأه وبيعمل فيه template التعديل وبالنهاية حيعطيك ملف pdf1 فيه كل شيء أنت طلبته وهيو صار قدامي فعلياً ملف pdf1 في كل الصفحات اللي أنا طلبتها من وورد ولا pdf ولا حتى لو حطيت صور إيش ما تحط تحط خلصت؟ نعم بتروح من قائمة menu أو من قائمة file وبتعمل save as علشان تسيف نسخة pdf جديدة تشمل جميع الملفات اللي أنت حطيتها بالcombine زي هيك الشيء الرائع في الموضوع أنك لما تيجي على أي ملف وورد صورة تيف فايل pdf فايل أي ملف تيجي عليه بس تحدده excel فايل اللي بدك يا رأي تكليك على الملف أعطاني هنا convert to adobe pdf واو يعني أنت مجرد ما تضغط عليها مباشرة حيسيف لك ملف pdf من شو؟ من ملف الوورد مجرد ما تعمل save حيعطيك ملف ال pdf تحته مباشرة لأنه حولك إياه ل pdf فصار الملف جاهز عندك هنا ايدتبل بألوانه بجميع تفاصيله حتى لو كان فيه صور أو فيه أي شيء بيطلع بنفس التفاصيل ولكن pdf السؤال الآن اللي بدور في بال أي مصمم محترف وانا عارف انه اكيد فيه اشخاص محترفين بيحضروا هذا الكورث هل ادوبي اكروبات يعامل الملفات العربية بنفس الاشي؟ صراحة خمسين بالمية خمسين بالمية يعني مرات بيزبط ومرات لا حسب نوع الخطوط المستخدمة حسب اللياوت المستخدم ولكن ادوبي اكروبات لغته انجليزية وانبنى للملفات الانجليزية وبالتالي هو غير مضمون تماما للغة العربية ولكن في مرات كتير بعمل هذا الشيء وبيزبط معي مش بس كونفيرت حتى تعديل ولكن صدقا مش دائما لو حددت الثلاث ملفات هدول وحكيت لهم الثلاثة رايت كليك وهنا حكيت له كونفيرت وبي دي اف فعليا برضو نفس الاشي راح حيجمع لي اياهم نشوف كيف هيو بندنك ثري بقرأ الثلاث ملفات ومننا نشوف هل حيحولهم الثلاثة ولا كيف؟ نعم صار يسألني على كل واحد انه سيف 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 هو خلص الاول سألني حكيت له سيف وخلص هيو التاني وحكا لي الان سيف وهيو التالت برضو سألني عنه وعملت كمان سيف وبالتالي اعتقد الان انه هو عمل لكل ملف من هدولة ملف بي دي اف الاول صار مع ملفه والتاني مع ملفه والتالت مع ملفه وهو فاتح لي اياهم فعليا هيهم بثري تابس التاب الاولى الملف الاول والتاني والتالت امسيفين يعني لو طلعت منهم اساسا وما سيفتش هما اساسا امسيفين لكن يبقى السؤال اني انا يبقى السؤال اني انا بدي اخلي هدول التلاتة كمباين زي ما اتفقنا مسبقا على اساس اني انا اجمعهم مع بعض بملف واحد بكبس رايت كليك عليهم ما فيش كمباين هنا بس كونفيرد يعني هنا بس بيعمل اياهم كل واحد فيهم بملف بس لو عملت شو مور اوبشن او لو عندك ويندوز تن فعليا ببين لك القائمة الكاملة كمباين فايلز موجودة على فكرة ولكن لما تكبس رايت كليك وبالتالي بطلع لك كل الخيارات الموجودة كونفيرد تو بي دي اف اخلصنا منها والان كمباين فايل وبالتالي جمع لك التلاتة على فكرة ممكن ترجع باك ممكن تمسك اي ملف تاني كان بدك اياه وتسحبه على الاكروبات وبالتالي نزلك اياه هون فلا انا بديش صورة اسحب اكسل اسحب وورد اسحب زي ما بدك خلصت كمباين وبالتالي بجمع لي اياهم كلهم بملف بي دي اف واحد مع امور الحذف اذا بدك او لبريفيو اذا حابب تشوف او اذا حابب تغير بالخيارات يعني هذا ملف وورد فبيطلع لك هنا خيارات الملف اذا بتحب تخليه بالعرض بالطول اللي بدك اياه اذا بدك تحذف الملف بعد ما يتم تحويله ووضعه في ملف جديد ممكن تحط check على always delete source file فراح يمسح الملف الاصلي لهاي وبالتالي لانه عمل لك اياه من ضمن ملف جديد اذا بتحب انك تعدل على الفايل سايد هل بدك اياه smallest file ملف مضغوط صغير ولا بدك اياه default size طبيعي ولا بتحب انه يكون large file علشان يكون على اساس high quality وما الى ذلك لما تيجي انت تغير باعدادات ال options من هون ما تفكر انك انت بتعدل على ملف واحد تعمل options لا الفكرة انك انت لما تحدد التلاتة مع بعض وتعمل options وتعدل او تحدد ملف واحد وتعمل options او ما تحدد ايش اصلا وتعمل options هي نفس القائمة يعني انت لما بتلعب بال options انت ما بتلعب بخيارات ملف واحد من هدول لا انت بتعدل على الملف كله على ال combine كامل على ملف ال pdf الذي سيصدر